الوساطة لا تتوقف واردوغان اخر الواصلين لقاء جمع بوتين مع نفتال بنيت رئيس الوزراء الاسرائيلي لمناقشة تطورات الازمة ومحاولة تل ابيب حلحلة تعقيدات هذه الازمة والجلوس مع طرفيها على طاولة المفاوضات في مشهد صار معتادا في العاصمة صافرات الانذار تدوي في كييف وسط توقعات بهجوم روسي واسع القوات الروسية تكثف عملياتها بشكل غير مسبوق في كييف ورصد لتحرك كثيف لكثيبة دبابات روسية في محيط العاصمة هل يعني ذلك رغبة موسكو حسب الحرب سريعا باسقاط العاصمة؟ وهل يعني سقوط العاصمة انتهاء الحرب؟ بعد موافقة روسية على فتح ممرات انسانية امنة في المدن الاوكرانية الاف الاوكرانيين يهربون من مدنهم بما في ذلك العاصمة كييف والمسؤولون الاوكران يحذرون من الاستعدادات الروسية في محيط كييف لاقتحامها بينما خرج الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي ونشد قادة دول العالم حماية الاوكرانيين وتزويدهم بالمعدات للدفاع عن انفسهم يقول زيلنسكي ان لم تدعمونا على الاقل بالطائرات وهو واجبكم فانتم تريدون موتنا ببطء هذه مسؤولية السياسيين في العالم وقدت الدول الغربية من الان والى الابد السيطرة الجوية الجو يحدث الفارق فمن يسيطر عليه يربح الحرب الحاح الزيلنسكي على الغرب بدعمه بطائرات حربية ومقاتلة وعلى الرغم من امتلاكه لطائرات بريقدار التركية والمجربة في عمليات مشابهة لكن الزيلنسكي يريد طائرات مقاتلة لمعرفته باهمية السيطرة على الاجواء وهنا اكد وزير الخارجية الامريكي سعي بلاده الحذيث لتمكين اوكرانيا من امتلاك طائرات حربية يحاول الغرب ضرب روسيا بدعم كييف بطائرات من الارث السوفيتي احكمة العدل الدولية تبدأ النظر في طلب اوكرانيا اتخاذ اجراءات عاجلة تدفع روسيا لوقف الحرب وفي افتتاح الجلسة الاولى لهذه القضية شهدت الجلسة غياب ممثل عن روسيا وفي الجلسة نفت اوكرانيا امام المحكمة اتهمها بارتكاب ابادات جماعية في اقليم دونباس واكد ممثل اوكرانيا ان بلاده تواجه حربا عدوانية كما وصفها مطالبا بوقف الحرب فورا كما قالت وزارة الدفاع الاوكرانية ان القوات الروسية سيطرت على مدينة اربن شمال غربي كييف وان القوات الروسية اصبحت على بعد 20 كيلو متر من العاصمة كييف ايضا مشاهد لمقاتلي الشيشان يتقدمون شمال اوكرانيا وتقارير تشير لتجنيد روسيا لجنود سوريين للقتال الى جانب قواتها في اوكرانيا الرئيس التركي اردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي بوتين ويدعو الى وقف شامل لاطلاق النار من اجل فتح ممرات امنة لعبور المدنيين واكد اردوغان استعداد بلاده للمساهمة في اي طريقة لحل سلمي او دبلوماسي فيما قال له بوتين الوقت الذي اجرى فيه الرئيس الفرنسي ماكغون اتصالا داما قرابة ساعتين مع بوتين ايضا وابدى الرئيس الفرنسي قلقه البالغة بشأن التهديدات النووية جراء العمليات التي تمت بالقرب من المفاعلات النووية وزارة الدفاع الاوكرانية تصدر بيانا تقول فيه ان روسيا تدفع 95% من قوتها المشاركة منذ بداية الازمة الى ارض المعركة واضافت ان روسيا قد اطلقت 600 صاروخ على مختلف المناطق في اوكرانيا بينما اكد البيان ان روسيا لم تستطع السيطرة على الاجواء الاوكرانية وتضيف الوزارة الاوكرانية ان الجيش الاوكراني يشن هجوما معكسا في خاركيف ويستعيد السيطرة على احدى البلدات المهمة واضاف الجيش انه حالى دون سيطرة قوات روسيا على خطوط السكك الحديدية على نهر دينيبرو وان القوات الروسية تتحرك باتجاه العاصمة كييف بعد السيطرة الكاملة على ايربين قيس الاوكراني يعنن تدمير مطارف نيتسا بالكامل بعد استيداف المدينة بصواريخ روسية ليجدد بذلك مطالبته بانشاء منطقة حضر جوي فوق اوكرانيا فهل لا يزال لديه وقت ليطالب بذلك خصوصا وان القوات الروسية على ابواب عاصمته كييف اسوأ السيناريوهات في حال سقطت كييف بيد القوات الروسية في خاركف لم يكن امام قوات كييف الا الانسحاب داخل المدينة وبعد ان سيطرت عليها القوات الروسية تم استدراجهم الى حرب الشوارع والعصابات وهذا هو السيناريو المتوقع اذا قررت القوات الروسية دخول كييف وهو اخر رهان للقوات الاوكرانية باجراء قتال داخل الشوارع هذا النوع من المعارك يصعب حسمه ويطيل امد الحرب فالمواطنون ليس لديهم ما يغسرونه بعكس الجيش النظامي الذي يقاتلهم اشتركوا في القناة